السلام عليكم طلاب الصف الاول العدادي درسنا النهاردة هو الدرس التالت في الجبر للقوة الصحيحة السالبة شرحنا درسين هو الدرب المتكرر اللي هي الاسس وبعد كده اخدنا القوة الصحيحة غير السالبة اللي هي الاسس الموجبة النهاردة ناخد القوة الصحيحة السالبة اللي هي الاسس السالبة درس النهاردة مش هيختلف كتير عن الدرس اللي لما شفتش الحصة بتاع الدرس اللي فات هسيب لك اللينك دحت في شوفها وبعدين خش على الدرس دي لان نفس القواعد اللي احنا قلناها الحصة اللي فاتت هنقولها النهاردة مع اختلاف صغير خلاص هستأذنك بس لأول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس هنا بننزل شرح لكل الدروس زائب بنحلة كتاب المعاصر كاملة بنزل فيديو ببقى في حل الدرس كامل انا نزلت الدرس الدرب المتكرر بازن الله بكرة او بعده بالكتير هنزل الدرس التاني اللي هو القواة الصحية السالبة وبعده قواة صحية غير السالبة خلاص فبازن الله قبل الامتحان بتاع حضرتك هكون كل الفيديوهات سواء شرحة او حل تمارين موجودة معك تعالى كده نشوف بقى حسة النهاردة تعالى للفكر كنا بنعمل ايه كده في القواة الصحيحة غير السالبة لما كنت بجيب لك تلاتة على خمسة قسة اتنين قلت بتقول له والله باش مواندس دي نقسمها تلاتة قس اتنين على خمسة قس اتنين صح وتقول لي دي بتساوي تلاتة قس اتنين بتسعة وخمسة قس اتنين بخمسة بتشين اقولك صح كنا بنعمل فعلا كده تعالى بقى نشوف درس النهاردة بيجبها لك كده هي كانت تلاتة على خمسة قس اتنين المرة ده يخلى عليك تلاتة على خمسة قس سالب اتنين طيب والله يا فيه طريقة سهلة اوة ده كل الجديد اللي احنا نعمل لنهاردة. بفتح القوس. بتجيب المعكوس الدرب بتاع العدد ده. يعني ايه بتجيب المعكوس الدرب بتاعه? يعني بشقلبه. خلاص? فهشقلبه يعني البسط ده هيبقى مقام يعني التلاتة دي هنزلها تحت. والخمسة هتطلعها فوق. طب وبعد كده بشمعونتس. والله بقول لك خلي القس موجب. اهو. وابدأ حل مسألة عادية. هتبقى خمسة قس اتنين. على تلاتة قس اتنين. هتساوي خمسة وعشرين. على تاسعة. لاحظت ايه الفرق بينها وبين اللي فوقها? والله يا بشمعونتس انا نلاحظ ان دي مقلوب دي. خلاص? تمام. فانت كده بتحل كأنها مسألة قس سعادية خالص. الفكرة الاولى بس ان احنا بنجيب المعكوس الدربة بتاعها. طب تعال نشوف اللي بعدها. خمسة قس سالب اتنين. دي خمسة ومش تحتها حاجة. مش الخمسة دي كأن تحتها واحد. صح? فاقول لك والله يتعلن شقلبها. هتطلع الواحد فوق والخمسة تحت. هتبقى قس كام قس اتنين? دي هتسبب واحد قس اتنين. على خمسة قس اتنين. هتسبب واحد. على خمسة وعشرين. خلاص? هل في حاجة صعبة? هي ده كل حسة النهاردة. طب تعال كده لو قال لك الواحد بالعشرة. لو جيت انا اخليها في صورة قس هتعملها ازاي? والله اقول لواحد من عشرة دي باش مهندس اللي هي واحد على عشرة. صح? طهيب. الوقتي الواحد على عشرة دي. اعملها قس ايها باش مهندس مش عاد. طب تعالى. مش العشرة دي في المقام قسها واحد. صح? طب تعال نشقلبه كده نخليه عشرة على واحد. اه. المرادة القس هيبقى ايه? ايوة سالب. طالما انا اعمل عكس اللي فوق. انا ما كنت بابدل القس وهنا سالب اخليه موجب? لا. انا المرادة موجب اخليه سالب. فدي والله اقول له انه دي بتسويه عشرة على واحد بعشرة. والله اقول له دي بتسوي عشرة قس سالب واحد. خلاص? فلو جاب لك عشرة قس سالب واحد هتعمل فيها ايه ايه? بص. بنرجعها الاصلها ازاي واحد على عشرة تطلع واحد من عشرة. خلاص? طيب. طب والله يا باش مهندس لو جات لحاجة زي كده بقى. اشقلب ازاي وكل عدد عليه قس? قلت لك لا. دي القعدة رقم اتنين. القعدة رقم اتنين بتقول لك لو عندك قس سالب في البسط نزله في المقام بموجب. يعني ايه? بتشد شرطة الكسرة ايه? خلاص? دي خمسة قس سالب اتنين في البسط. بقول لك نزلها المقام بخليها موجب. تبقى خمسة قس اتنين. وبص على المقام. المقام في قس سالب. ايوة باش مهندس. لما اطلعه البسط بقس موجب. فدي اقول له اتنين قس تلاتة. ها? فهمت? يبقى القعدة دي بتقول لك ان ان انت ممكن تنقل القسس بقشرة مختلفة. يعني ايه? لو انا عندي قس في البسط سالب. انقله في المقام يبقى موجب. طيب لو عندي في المقام قس سالب. انقله في البسط يبقى موجب. خلاص? وبعد كده اجيب الناتج اتنين قس سالاتة بتمانية. خمسة قس اتنين بخمسة وعشرين. تبقى انت كده خلصت. فقمت الفكرة? يبقى احنا قلنا لحد دلوقتي كان فكرة? فكرتين. اول فكرة ان بيجي لي عدد زي ده. العدد كله عليه قس. فبجيب المعكوس الضربة بتاعه وبحول القس لموجب. طيب لو عندي رقم اين بقى? الوقت العدد ده مش كله. العدد ده كله رقم عليه قس. فبنقل القس السالب في المقام او البسط باشرة ايه? موجب. طيب تعال نشوف اللي بعدها كده. خمسة عليها قس معلها عشان ايه? زي ما هي? سين قس سالب ثلاثة. طيب والله هقول له ليه? اللي هي واحد على سين قس ثلاثة. عملت ايه باش مهندس? بنا قلت لك جيب المعكوس الضربة. طب المعكوس الضربة بتاعي السين اللي هو ايه? واحد على سين. فبنقل السين هنا. يبقى خمسة في واحد هتدينا خمسة. على سين قس ثلاثة. طب فيه طريقة سهلة? اه. بيقول لك طول ما فيها عددين مضروبين في بعض. مش الخمسة والسين دي مضروبين في بعض. انقل اللي قس سالب تحت. يعني ايه? يعني دي خمسة اقول له والله دي خمسة على سين قس ثلاثة. عملت ايه يا باش مهندس? كل اللي انا عملته ان انا جبت الحاجة اللي قسها سالب نزلتها تحت. طب انت عملتها كده ليه? ده بس بيقول لك دي في حالة الضرب بس. ما ينفعش تحصل الله في الضرب او الاسمة. جامع وطرح? لا. وهنشوف امثال على كده. طب تعال نشوف اللي بعدها. يعني اللي بعدها باش مهندس دي تقدر تقول لي ان دي سين قس اتنين. على صاد قس ثلاثة? اقول لك اه. خلاص? كده انت عملت ايه? القس السالب اوه نزلته في المقام بقس موجة. خلاص? تعال نشوف اللي بعدها. بنفس الطريقة اللي اتنين زي ما هي. فتعال ننزل بقى السين قسها سالب انزلها تحت تبقى موجة. صاد قسها سالب انزلها تحت تبقى ايه? موجة. اصبح الدرس سالي خالص بقى انت عندك اي طريقة. ممكن تجيب المعكوس الدربي وبعد ان تضرب. او بالطريقة السهلة اللي انا قلت لك عليها دي. طب في قواعد القسس كنا منلاقي لو قس كده في قس منعمل ايه? بنضربهم في بعض. بس دول سالبة باش مهندس. اشاء اللي لا ما تضربهم الاول. والله دي اتنين هي. قس سالب واحد في سالب اربعة موجة باربعة. اتنين قس اربعة اللي هي اتنين في اتنين باربعة. واربعة في اربعة بستاشر. يبقى دي النتيج بتاعها كامل. بستاشر. طب تعني شوف اللي بعدها. سين قس سالب خمسة كل قس اتنين. قلت لها باش مهندس بضربهم في بعض. عادي السين. سالب خمسة في اتنين. في السالب عشر. اهم قاعدة بقى ان انت ما ينفعش في ابسط صورة تسيب له قس سالب. لازم تحولها الموجة. بتبدي حولها الموجة بزيه باش مهندس. لما تجيب معك وسها. اهو. بنزل القس السالب في المقام بيبقى موجة. خلاص? يبقى خلصة. تعاني نشوف اللي بعدها. صاد قس تلاتة على صاد قس خمسة. والله يا باش مهندس قلتلي عندها الاسم هبنطرح القس. اين الاساس? اللي هو صاد. تلاتة ناقص خمسة بيديني سالب اتنين. لطلع القس سالب يا باش مهندس ما مش مشكلة. هعمل ايه? هحولها لواحد على صاد. ده قسها سالب تبقى موجة. يبقى احنا عملنا ايه كل اللي بنعمله? ان احنا بنزلها المقام بقس ما له. قس موجة. تعال نشوف اللي بعدها. الف قس تلاتة على الف قس اتنين. والله يا باش مهندس قلتلي عندها الاسم هبنطرح. تلاتة ناقص ناقص اتنين. لانا كده بتقالك قلتلك عشان مهم. سالب بسالب بكما باش مهندس بموجة. يبقى تلاتة زائد اتنين بكامل? خمسة هيبقى قلب قس كامل? خمسة. دي عليها قس سالب? لا. يبقى من نزلها هاشي. خلاص? هنشوف اللي بعدها. اتنين قس سالب تلاتة على اتنين قس سالب ستة. والله انت عندك طريقتين. اول طريقة ممكن اقول له عندها الاسم. بنطرح القسص طالما الاساسات متشابهة. يعني الاساسات متشابهة. يعني دي اتنين ودي اتنين. هبينفع كانت اتنين وتلاتة. لا. بنطرح ساعة الاساسات المتشابهة بس. سالب تلاتة هي? ناقص ناقص ستة. والله دي سالب تلاتة ودي اصبحت موجة يعني سالب تلاتة زائد ستة هتديني تلاتة. يعني دي كأنها تنين قس تلاتة هتديك كام? تمانية. طب ايه الطريقة التانية باش مهندس? الطريقة التانية اللي انا قلت لك عليها. لو في قس سالب في المقام ينقله فوق يبقى موجة بيبقى اتنين قس ستة. دي قس سالب في البسط. انقله في المقام يبقى موجة بيبقى اتنين قس تلاتة. اصبح في مسألة اسمة برضو اتنين واتنين نفس الاساس. عند الاسمة بنطرح اتنين ستة ناقص تلاتة هتديك تلاتة بنتك. ويديك نفس النقدك. خلاص? شف الطريقة السهلة اللي تريحك ايه وعملها? وانا بعمل لك كزا طريقة. طعا نشوف اللي بعدها. خمسة اص سالب اتنين في خمسة اص خمس اقولorous لي عنده الضرب بنجمع القصص. قدل خمس. سالب اتنين وموجة بخمسة تديني خمسة اصي تلاتة. على المقام اللي هو خمسه اصي تلاتة. ديتها كم? خمسة اصي تلاتة على خمسة اصي تلاتة هتديني واحد. خلاص? قلت له معقول انا بش مهندس دي انا بحب بعمل اللي هي عندها الاسمة بنطرح القصص ادي الخمسة. تلاتة ناقص تلاتة. هتديك خمسة قص صفر. فبما الخمسة قص صفر بواحد. اي حاجة قص صفر بكام بواحد. يبقى يدتك ايه? واحد. نشوف اللي بعدها. سبعة قصة سلبة اربعة سبعة قصة تمانية والله عندها الضرب. ها? بنجمع القصص. ادي السبعة سلبة اربعة وموجب تمانية هتديك موجب اربعة. على سبعة قصة خمسة. حلو? عند الاسمة. بنطرح القصص. سبعة. اربعة ناقص خمسة يا بشمانديس بسالب واحد. ايه ده انتا قلت لي ما اسفش اي سالب صح? اقول له بيساب. السبعة قصة سالب واحد دي هنزلها المقام. تبقى سبعة قصة واحد. اللي هي بجمع الاخر. خلاص? يا رب تكون الفكرة وصلتك. بيقول لنصف لعدد اتنين قصة عشرين. اما جيت اقول لك مسلا النصف اللي الاربعة كان. بتقول لها اربعة على اتنين. طب ما انا ما اقول لك نصف اي عدد يعني سمعه على اتنين. طيب. قد اتنين قصة عشرين هقسمها على اتنين. خلاص? ما لاحز ايه? ان الاساس هو هو والاتنين دي كأن عليا واحد. اقول له عندها الاسمة بنطرح القصص. يبقى اتنين. عشرين نقص واحد يبقى تسعتاشر. يبقى تخلي بالك قوي من النقطة دي. ما يقول لك نصف عدد يبقى سمعه على اتنين. تلتة عدد بقى سمعه على التلاتة. ربع عدد بقى سمعه على اربعة. خلاص? كده احنا ايه? هو ده شرح الدرس كله. خلينا نشوف امثلك تانية كده ونفهم بها الدرس. اه نشوف بقى الافكار اللي ممكن تجيلك في الدرس ده. بيقول لي نص قصة اتنين. تعالى نمسك حد حد كده زي ما انا علمتك ونحل الواحدة. والله نص قصة اتنين دي ليه واحد قصة اتنين بواحدة بشمهندس. على اتنين قصة اتنين اللي هي باربعة. زاد. اتنين قصة صفرة اي حاجة قصة صفرة بشمهندس والله بواحد. ناقص. اتنين قصة سالة باتنين قلت لك جميل معكوس الدرب اللي هو واللي اتنين هيبقى معكوس الدرب بتاعها علوها نص. وديك ان مقامة واحد. ويبقى القصة زي. هقول لك انت كده كم تمام? هقول له دي ربع. زائد واحد ناقص. واحد قصة اتنين بواحد. اتنين قصة اتنين باربعة. عدده معكوس الجامعة يبقى الربع. هيروح مع السلب ربع. يبقى ايه واحد. يبقى النتج بتاع كام واحد. كل اللي بيعمله هنا انه هو بيعودك ازاي هنا مع القصة الزوجة والقصة الفردي والقصة السالب. تتعلم. تعال لنشوف اللي بعدها. واحدة واحدة. الف قصة سالب واحد على بقت ربيع. قلت لك اما تلاقي ضربة او اسمها تعمل ايه? تنزل القصة السالب تحت. يعني ده الف قصة سالب واحد. والله هنا اشيلها. طالما شلتها يبضل مكانها ايه? واحد. ما يبضلش مكانها صف. بيبضل مكانها واحد. ونزل الالف تحت قصة واحد. مضربة بقى قصة اتنين. كده دخل وسطها. فيه? الف قصة سالب واحد في الف قصة سالب اتنين. بنعمل ايه? بنضرب السالب واحد في السالب اتنين باش معنص. خلاص? هتدينا الف سالب واحد بسالب اتنين بالف قصة اتنين. اتنين في قصة سالب اتنين. مش احنا احنا بنوزع اهو في باق قص سالب اتنين اتنين في سالب اتنين بسالب اربعة باش مهندس خلاص تعال دي نشوفها بتساوي ايه دي بتساوي واحد على قلب باق اللي هي الاولى تربيع فيه قلب تربيع ده قصها زوجة بسيبها زي ما هي اللي اتنين قصها سالب ما ارفعها فوق بقص موجة يبقى اتنين قص سالب موجة باتنين باق قص سالب اربعة رفعها فوق بقص موجة يبقى فيه باق قص اربعة على واحد في امتى احنا عملنا ايه بناخد القص السالب نطلعه فوق يبقى موجة طيب النتج بقى هيساوي ايه يلا واحد على الف باق تربيع مضروبة فيه اتنين قص اتنين ببعض في الف تربيع باق قص اربعة تعالى نختصر الف هيروح مع الف فيفضل هنا الف باق تربيع تروح مع باق تربيع يفضل هنا باق تربيع تمام يبقى فاضل ايه بقى فاضل في البسط واحد فاربعة فاربعة الف باق تربيع ويبقى هو ده النتج بتاع خلاص تعالى نشوف المسألة اللي تحت دي بيقول لي خمسة قص سالب صالب اولتك طالما فيه قص سالب ارفع فوق بالموجة والله اقول له دي يا باشمهندس خمسة قص سين في خمسة قص صالب وعملت يا باشمهندس على واحد رفعت القص السالب لفوق بقص موجة خلاص اقول له ساوي نفس الاساس اللي هو الخمس اهي عند الضربة بنجمع القص يبقى سين زائد صالب وتبقى كده خلاص خلاص احاجة صعبة تماما انا نشوف اللي بعدها تلاتة قص سالب واحد زائد تلاتة قص سالب واحد اهو حد يقول عندك جامعة بنضرب القص لا عندك الضرب بنجمع القص عند الاسم بنطرح عند الجامعة او طرح وقلت لك مفيش هل لحل واحد انت بتعمله اللي هو تاخد عمل مشترك يعني ابش مهندس بنجد المتكررة فاخد الثلاثة قص سالب واحد عمل مشترك كياني بقسم عليها ثلاثة قص سالب واحد ثلاثة قص سالب واحد يديك واحد زائد واحد زائد واحد هيسابه, ثلاثة اوسي ساله بواحد افتح قوس واحد زاد واحد زاد واحد يديك ثلاثة خلاص? طيب, ثلاثة اوسي ساله بواحد وتلاتة دي كنت انها اص ليقوا واحد. عند الضرب بنعمل ايه? بنجمعك اص يبقى تديني ثلاثة اص صفر. اللي هوه يساوي كام واحد. خلاص? اللي هي باشمعين? تسمعوا, ثلاثة اوسي ساله بواحد وموجب واحد يديني ثلاثة قص صفر. اي حاجة قص صفر في كام? واحد. رأس تمار. هنشوف ايه اللي بعدك? بيقول لي ازا كان سين بتسوي سلب تلت وصاد بتسوي تلتين. عايز كيمة المجدار. عام ودتك في كيمة المجدار. خلص نفسك من الرموز الاول. يعني ايه? دي صاد اخلاها صاد قص سلب اتنين. وهوزع الاسس. على علامة العالة عملا. سين. اتنين في سلب اتنين بسلب اربعة. يبقى هو ده اللي انت عايز تجيبه. خلص. تعال نجيب الصاد قص سلب اتنين. اقول له والله دي سلب واحد. على تلاتة قص سلب اتنين. على. سين قص سلب اربعة. اللي هي اتنين على تلاتة. قص سلب اربعة. تعال نشأ قلب. اقول له والله ده بيساوي. تلاتة. سالب تلاتة على واحد. قص اتنين. عملت ابا شمعاندس جبت المقام في البسط وما تنساش السالب. العالة زي ما هي مش اقلبها الوقت. قلب الكسر ده تلاتة على الاتنين. هطلعي تلاتة فوق. يبقى قص اربعة. تعال نجيب القيمة بقى. هي الساوي. سلب تلاتة مع قص زوجز. هيكل السالب. يبقى تلاتة قص اتنين بتسعة. واحد قص اتنين بواحد. هقلب العالم فيه. اهو. تلاتة قص اربعة. بس المرات دي بقى هنزلها فين? في المقام يا باش مهند. لنزلتها. مش احنا ما بنقلب العالم انشاء قلب الكسر فانا باش اقلبه. واتنين قص اربعة بتمانية. اختصر. التسعة فالواحد. التسعة فالتسعة. يبقى اللي كام تمانية على تسعة. ويبقى هو ده الناتج بتاعي. خلاص? في حاجة صعبة تمشي خطوة خطوة. اول حاجة رفعت القصص صد قص سالب اتنين سين قص سالب اربعة. عوض وما تشعلبش عشان العالم. يعني بعد ما تشعل بتكسر ركز ان العالم بتشعل بتكسر اللي بعدها برضه. خلاص? تعاني شوف اللي بعدها. بيقول لي اختصر المقدار التالي ثم اوجد قيمة الناتج عند نوم بتساوي ثلاثة. قلت له والله باش مهندس ده مفيش ولا اساس شبه بعضه. ده هنا ستة. هنا اربعة. هنا اتنين وهنا تلاتة. طيب الوقت انا ما عرفش اجمع ولا ترح اقسس ليه? لقلنا قلنا قاعدة مهمة ان الاساس لازم يكون شبه بعضه. صح يا باش مهندس خلاص? طيب والله انت عندك قاعدة مهمة او. لو جيت قلت لك الاتناشر قس اتنين. تمام? اللي هي بكام? في مية اربعة واربعين. اللي هي اتناشر في اتناشر. خلاص? والله اقول لك الاتناشر قس اتنين دي بتساوي اتنين قس اتنين في ستة قس اتنين. يعني ايه باش مهندس. جيت خط الاتناشر دي شفت هي كم في كام? والله هي اتنين في ستة وتلاتة في اربعة بواحد في اتناشر. خلينا بدول الوقت. خلاص? ووزعت على القس. يعني الاتنين ديتها اتنين والستة ديتها اتنين. تلاتة ديتها اتنين والاوبعة ديتها اتنين. تعال كده هتشوف هتديني نفس الناتج ولا لأ? اتنين قس اتنين باربع. ستة قس اتنين بستة وتلاتين. هتساوي. اربعة بستة باربعة وعشرين. معنا اللي اتنين. تلاتة نفس الناتج اللي هو مية اربعة واربعة. اتعلم كده نجرب تلاتة اقول لاربعة. هقول له والله دي تلاتة قس اتنين. فاربعة قس اتنين. هي سوى. تلاتة قس اتنين بتسعة. فيه? اربعة قس اتنين بستة عشر. تعال ندر. ستة في تسعة مربعة وخمسة. اربعة معنا الخمسة. واحد في تسعة بتسعة وخمسة اربعة واربعة. يبقى انا عرفت قاعدة مهمة اول يا باش مهندس. اننا الاساس بتاعي ممكن اقسمه لعددين ضرب بعض. بس في نفس الوقت اوزع لهم القس هو اتنين. خلاص? طيب تعالى كده بقى هنشوف المسألة بتاعتنا هنعمل ايه? هقول له والله يا باش مهندس دي الستة دي هخليها اتنين في تلاتة. عشان هملاحز في اتنين في تلاتة. اهو. هقول له والله الستة دي عبارة عن اتنين قس اتنين نون زائد واحد في تلاتة قس اتنين نون زائد واحد. عملت ايه? شفت الستة كان في كام? اتنين في تلاتة. وديتها نفس القس بتاع. فيه? طب الاربعة دي تعالى نعملها مش المنشه القس�ة اتنين قس اتنين. هنعملها برضو. اقول له بتسوي اتنين قس سالب اتنين نون. عملت ايه؟ ما هي دي اتنين قس اتنين. واضربها في السلب نون. خلاص? يبقى اتنين قس سالب اتنين نون. دي على اتنين قس نون في تلاتة قس اتنين نون زائد واحد. خلاص? طيب. تعال بقى نشوف اللي شبه بعض. والله يا باش مهندس في تلاتة قسي اتنين نون هتروح مع تلاتة قسي اتنين نون زائل واحد راحوا مع بعض فضل كل اتنين croc ما تجي تعمل عند الضرب بنجمع يبقى اتنين قسي اتنين نون زائد واحد بنجمع يبقى سليب اتنين نون خلاص السليب اتنين نون هتروح مع الاتنين نون ده ما ابدأ ايا على اتنين نون خلاص drives play with 2 القسий واحد اللي هي باتنين وفي ضل هنا اتنين قص نون. طيب بيقول لي اوجد النتجة عندما النون بتسوي تلاتة. اقول له والله يعني بتسوي اتنين على اتنين قص تلاتة. عملت اياه باش ما شلت النون وحضت ما كانها تلاتة. طب عند الاسم بنعمل ايه? بنطرح القصص. دي كانه قصها واحد. يبقى واحد نقص تلاتة بسالب اتنين. يبقى اقول له والله دي اتنين قص سالب اتنين. حاول التكاوة هتسيب قص سالب. طيب هقول له الاتنين ده هشالبها تدينا نص قص اتنين. هي السابق. واحد قص اتنين بواحد اتنين قص اتنين وارضة. يبقى النتج بتاعه كله بكام خلاص? دي الطريقة السهلة اللي انا علمتك بيه. تمام? كده ابو احنا خلصنا شرح حسة النهاردة. لو عجبك الشرح. استاذك تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد بنزله وصابق. كده احنا خلصنا منهج قبل. استهلنا درس واحد في الهندسة. هنزله لك قريب. وكده خلصنا منهج شهر مالس اللي حضرتها تنتهن عليه. والنسبة لحل المسائل هنزلك كل حل التدريبات بتاع كتاب المعاصر لحد الامتحام بتاعك. شكرا.